دكتور عياد انتقلتم في غضون شهر وهو عمر الأزمة المتأججة اليوم في غضون شهر انتقلتم من مرحلة النصيحة إلى السلطات بشكل عام وتحديدا رئيس الحكومة إلى النقد الواضح سواء عبر المنبر أو الوطنية التلاف الوطني وحتى حزبكم حزب الوفاق ما الذي يعنيه هذا الانتقال من النصح إلى النقد والله هو منتقال هو الحقيقة يعني سياق مشينا بسياق السياق الأول ابتدأت به بالكلام يا الأستاذ عادل عبد المهدي صار رئيس وزراء أول ما صار رئيس وزراء وأجود غدا وعدي هو وبرهم برهم فخامة رئيس برهم صار رئيس جمهورية وعادل صار رئيس وزراء قبل ما يشكل وزارة فجلسنا ثلاث ساعات سوية وقلت له عادل ما عليك بالحزاب ما عليك بالحركات ما عليك بالكتل وروح أخذ وزارة أقوياء وزارة مكونة من أقوياء وروح المجلس نوار وافقوا بها وما وافقوا وقلهم يا أبي سيمون لأنهم مال يتصر رئيس وزراء خليهم ما يلقوا لهم رئيس وزراء هذا الطريق الأوحد لتحقيق الإصلاحات في العراق ولا إذا بقينا على الدستور وعلى القصص والتناقضات والمشاكل بين الحركات والعزاب ما راح نصل إلى إصلاح والمحاصصة اللي هي دمرة العراق فقال لي صحيح فبدينا بهذا الموضوع واستمرين أنا أقدم النصح للأخ عادل لأن العادل صديق وأنا عندي ثقة بي لا مو قضية بي صديق وصولا إلى القتل اللي صار بالمتظاهرين حذرت العادل وكلمته قلت له أخي أبو هاشم خلينا نلتقي وأنا عندي معلومات أنه ناس عندك في مؤسساتك مكاتب مالتك سواء قاعدة عام قوات مسلحة سواء مجلس وزراء سواء رئاسة وزراء سواء كذا أقو بعض الناس بعض الأوساط الثريقة تهيجي الأوضاع الثريقة تسيطر وتستحوذ وترى بالنتيجة أنت المستهدف والعراق المستهدف وأكو خمسين واحدا ينتظرون على السراء يصيرون رئيسة أو وزراء فخلينا نلتقي ونجح الشيء بشيء أهم ما ألتقي ما أعدى مجغول الظاهر ما يقبل التقي أو ما رأي يلتقي لأن أنا أتحدث ويالأخ عادل بصراحة أنا ما عدي شيء أخاف منه أولا وثانيا أنا ناصح للأخ عادل أنا أحبه وصديق وعزيز أو كنت ربط ما بيه أكثر من علاقة علاقات تاريخية وعلاقات عائلية وما إلى ذلك الآن هذا اللي دفعني أن أصير في ناقد الوضع السياسي عسى والعال أنه صوت اللي ما ينسمع مباشرة عسى والعال أنه من خلال الأعلام ينسمع وبالمناسبة هو انتقاد مو بس للحكومة انتقاد أيضا اللي نوع من المتظاهرات في بعض مجالات يعني في أي جانب؟ في جانب أنتوا شو أنتوا تغيرون الحكومة؟ شو أن يعني؟ غياب البرنامج شن هي الحكومة وكيف طريقة تغييرها وما هي تقولون أسقاط النظام طيب أنا وياكم أسقاط النظام أنا نظام السياسي ضده هذا المبني على المحاصصة وعلى النفوذ الأجنبي وإلى آخره والفساد وما إلى ذلك بس شو أنتوا تنسقطوا شو أنتوا تغيروا شون هي طريقتكم للتغييرها واجتماعت بقسم منهم واجتماعت بالنقابات والاتحادات اللي تربط معويةهم علاقات تاريخية وقلتهم يا بأسهلكم المهمة تلتقون بالأخبار هم صالح لأن الأخ عادل رئيس الوزراء مجهول نعم تلتقوا بالأخبار هم رئيس الجمهورية وهو ما حصل وهذا ما حصل الأسبوع الماضي نعم نعم وحشوا إياه بكل صراحة أنه رؤيتكم وخلي تترتب الأمور كيف نخرج من هذا المعزق لأنه نبكي على الأطلال وراح وشافه ووحشتنا إلى أخبرها ووافق خطي الرجل وإلى آخره حتى وإعادلها متكلمت بس ما رجع أكلمني قال لي بزدي نخبع من المتظاهرين أو كذا أو إلى آخره فهذا النقد الأول المتظاهر النقد الثاني أنه ما عدهم برناج ما يعرفون ما يصيح إسقاط النظام ما عد يصيح وظائف هذه فوضوية التظاهرات اعتدنا عليها إحنا بالسابق من أيام كنا شباب ونطلع مظاهرات وإلى آخره ليس لكل موحدين بالتفكير خاصة من أنصير تعدد المشارب وتعدد الجهات وإلى آخره لكن هذا لا يعني أنه ما يكون أقمى بالشارع العراق على العملية السياسية هي مو على العادل هي على العملية السياسية بحد ذاتها أكون أقمى عارمة على العملية السياسية وقعت برأس عادل وكان لازم وأنا مستقرأ إلى حدث من حجيت ويا عادل وقلت له أخي أنت أخذ وزارة أقوية لما عليك لا أبيا ولا بغيري وزارة أقوية ما المقصود دكتور بالوزارة الأقوية وفعل يعني يروح ينفذ ويسوي ويستتخذ قرارات ويسويها مثل ما شرنا هنا مثل الوزارة الأولى اللي هما أجوا منها تتعرف حضرتك وزارة الأولى اللي أنا كنت رئيسة اللي أختارها مجلس الحكوم منها طلع عادل هو نفسه منها طلع برحم منها طلع علاء العلوان منها طلع ثامر الغضوان منها طلع محمد علي الحكيم وإلى آخره فأخذ وزارة أقوية وروح للمجلس النواب وقلهم يا أبا هذا للوزارة لا يجي يفرضون عليك وزير منها ووزير منها ما اشتغل بها الطريقة عادل ترجمة نانسي قنقر